لكن دلوقتي مهم جدا ان احنا نتكلم على نكبتنا الكبرى نكبتنا الكبرى اللي هي الحقيقة ام النكبات هذه الجماعة الوظيفية هذه الدولة الوظيفية اللي موجودة في بلادنا دي مراكب الهجرات المتعقبة حتى يتذكر العالم النسيان انه الناس دي ما هياش اولاد هذه الارض الناس دي جت لنا من اوروبا الشرقية بالاساس وبعدين بدأوا يساعدوا في تهجير يهود من افريقيا تهجير يهود من منطقة الشرق الاوسط بالمناسبة هم العدد الاقل لانه ويمكن بالذات اليهود المصريين كان فيه شبه رفض كامل لمسألة الذهاب الى فلسطين لانها في النهاية بيقولوا دي مش ارضنا واحنا ملنا نروح هناك نعمل ايه وعشان كده التاريخ المصري الحقيقة وهو التاريخ الحديث القريب وليس البعيد بنتكلم على القرن العشرين في الكثير من اعلام اليهود المصريين اللي رفضوا وجود هذا الكيان ورفضوا هذه العصابات الوحشية ورفضوا هذا النهج الوحشي يعني لازم اذكرك كويس تعرفين احنا عندنا رئيسة الطايفة اليهودية في مصر يا سيدة مجد هارون والدها هو واحد من هؤلاء الاعلام المصريين اللي هم في منتهى الشرف وفي منتهى الوطني استاذ شحاط هارون الله يرحمه ده على سبيل المثال يعني اذكرك بانه الاستاذ يوسف درويش والد الاستاذة نولا درويش جد بسمة صديقتنا الفنانة والنجمة المعروفة هو واحد من هؤلاء الرموز الوطنية اللي رفضوا اقامة الدولة ورفضوا هذا الاحتلال ورفضوا هذه الوحشية ورفضوا هذه العنصرية ورفضوا وجود شكل من اشكال الدولة الطائفية في المنطقة وغيرهم كتير انا بس بفكرك عشان تبقى عارف النكبة دي هي اللي جابت هؤلاء المتوحشين ليحتلوا هذه الارض ويطردوا السكان الاصليين دول العرب دول عرب فلسطين ده الجيل اللي عانى اللي شاف عياله بتموت قدامه الرجالة دول هم اللي تقتلوا الستات دول هم اللي تم التنكيل بيهم ما بين نكبة 48 ونكبة 2023-2024 هتشوف قدامك الشاشة تكاد تكون متطابقة ده اللي بيعملوا هذا الوحش البشري اللي اسمه بن يمين نتنياهو هو وحكمته الناس تمشي في الشوارع مترجلة قوات الاحتلال هذه القوات الصهيونية بتاعت العصابات الصهيونية وهي بتطرد اهالينا من فلسطين في 48 هو هو اتفضل هو هو نفس دات المشهد العربي الفلسطيني يسير على ساقه خروجا من ارضه ليس بنية الخروج وانما للفرار من اجل الحياة الناس دي مش عايزة تمشي مش عايزة تسيب اراضيها شوف الفلسطيني لو كان عايز يسيب ارضه كان سابها من سنة 48 واصبحت الارض خاوية عن بكرة ابيها وكانت ساعتها هتستلمها هذه العصابات الصهيونية المتوحشة وما كانش هيبقى فيه عندنا تاريخ طويل لكفاح ونضال وجهاد الشعب الفلسطيني لاجل ارضه ما كانش هيبقى فيه عندنا تاريخ طويل للدولة المصرية من قبل حرب 48 وحتى هذه اللحظة في دعم هذا الشعب المنكوب دائما كتبت عليهم النكبات 76 سنة وهي ليست حق الحق هو ان كل هذا الشعب يعود الى ارضه كل فلسطيني له الحق في العودة علشان كده وانا بكلمك على النكبة بشوف قدامي مشهد مضيء للانسانية وهو الجيل اللي بيتسمى كده جينيريشن زي جينيريشن زي ده جيل مزهل عظيم مهول ليه عظيم ومهول الجيل ده جيل ولادي وولادك مش عارف اقولك هما تربيتنا ولا مش تربيتنا لان احنا مش بهذه العظمة بكلمك بجد الجيل بتاعنا هو اللي صاغ الأدبيات والتعارفات الحديثة للمفهوم الإنساني ده جيلنا وعمليا اللي من جيلنا اللي درسوا في الجامعات واللي أسسوا المنظمات الحقوقية هما اللي روجوا لهذه الأفكار الإنسانية العظيمة كويس جيل ولادي وولادك اتربوا على هذه المفاهيم وعلى هذه الرؤية واتربوا على أنه هذه المبادئ لاحيدة عنها على الإطلاق الإنسان رفعة الإنسان كرامة الإنسان بس هم أحسن مننا لأنه هم فعلوا اللي تعلموه واللي تربوا عليه واللي نشأوا عليه وفعلوه بقدرة الحقيقة لا متنهية وبإسرار وبإرادة أعظم بكتير من كل التنظير اللي عملوا جيلي والجيل اللي قابله وأظن إن الحراكة الطلابي بتاع هذا الجيل جينريتشن زي يجب أن يفسح له المجال وأن تفتح له بوابات الإنسانية على مصرعيها علينا جميعا أن احنا نتنحى جانبا لنفسح المجال لهذا الجيل علشان يقول كلمته علشان يصدق إنه كل التعريفات اللي احنا ديناهاله هي تعريفات حقيقية الجيل ده بالمناسبة مصدوم فينا عشان كده هو مصر والجيل ده مؤمن بالمبادئ اللي احنا ديناهاله على أطباق فضية مصدوم فينا ليلة أنه يقول لك هو أنتم بتقولوا لنا الكلام ده وتيجوا بعد كده تعملوا حروب ومدابع جيلي على مشارف الخمسين أكبر شوية وأصغر شوية العيال دي عندها 17 و 18 و 19 والكبير فيهم عنده 22 و 23 سنة بيهزوا الأرض عشان الحرية عشان الإخاء علشان المساواة المبادئ الحقيقية بيفعلوها على الأرض مش حبرة على الورق وكلام في الكتب وندوات داخل الغرف المغلقة أو حتى في ألقاعات الفخمة في أعظم الأتلات ولا حتى تحت قباب المنظمات الكبرى الولاد دون نزلوا الشوارع وقعدوا جوه الجامعات وبيتكلموا وبيصيغوها بكل الطرق بالهتاف وباللافتة وبالاعتصام وبالتظاهر وبالغناء وبالإصرار وبكل الأدوات اللي بيمتلكها هذا الجيل بتكنولوجيا متعلقة بالسوشال ميديا البعض يجي يقولك أصل السوشال ميديا لعب الدور لا الجيل ده هو اللي لعب الدور سوشال ميديا مجرد أداة في أديه أحسن 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 أنه يستخدمه أحسن استخدامه وهو ده المهم هم أحسنوا الاستخدام لازم تشوفوا فيديوهاتهم وهم متفقين اتفاقات ضمنية أنه اللي هيتم القبض عليه أو اعتقاله عليه أن ينظر إلى أي كاميرا من اللي بتبصله ويبتسم لأنه هو مش ندمان على اللي عمله لأنه مش فارق معاه أنه السلطات الأمريكية ولا البريطانية ولا في أي دولة من دول العالم الذي يدعي الحرية أن الجيل ده مصدوم فيها هو مش ندمان أنه يتم توقيفه ولا اعتقاله ولا الأبضع عليه ولا أنه يتكلبش ولا يتكتف ويعود على الأرض أو يروحه كفينه على وشه ينظر إلى الكاميرات وهو مبتسم ترجمة نانسي قنقر